نمرة واحد مش معقولة هتقل على مكتبي اذاكر وانا مش عارف فاذاكر ايه هبدأ بانهي مادة وهسيب انهي مادة وهأجل ايه البقرة انت من الاول قبل ما تقعد على مكتبك عامل لنفسك جدول الجدول موجودة فيه المواد بتاعتك والمدة زمنية لكل مادة عشان تبدأ تذاكر يبقى من الاول انا محدد الوقت ومحدد المواد من خلال الجدول نمرة اتنين اول ما هعود على مكتبي او اول ما ابدأ انوي المذاكرة هشيل من عقلي ومن دماغي ومن تفكيري اي موضوع بيشغلني بعيد عن المذاكرة واول ما ابدأ اذاكر ابدأ كده مع نفسي يبقى عندي استعداد ذهني واستعداد نفسي باني ابدأ بالدعاء اختار الدعاء اللي ريحك وابدأ بنية انك تذاكر والنية الاهم ان انا عندي امتحانات مهمة لازم انجح فيها اخر السنة عشان اذاكر في البيت انت اكثر واحد عارف المكان المناسب للمذاكرة بمعنى ايه هختار مكان هادي والاضاءة فيه كويسة لكن ما ينفعش اختار مكان فيه كل افراد الاسرة قاعدين او الباب بتاعه بتفتح وتقفل كتير ما ينفعش اختار مكان جنب بلكونة او جنب شباك يكون جايب لي دوشة من الشارع يبقى هختار المكان المناسب من حيث الهدوء ويساعدني على التركيز وكمان يكون فيه اضاءة كويسة وما تنساش ان فيه ناس كتير غيرنا بتذاكر تحت ظروف صعبة جدا فالحمد لله ان احنا لنا مكان نقدر نهيأه للمذاكرة المكتب اللي هقعد عليه يكون قبل مععد حاطط فيه كل حاجة هستخدمها كتب كشكيل اقلام ادوات الوان حتى الماء اللي هشربها حتى المشروب اللي هشربه كل حاجة موجودة على مكتبك ويكون بشكل منظم قاعد قاعدة صحية فارد ظهرك مش قاعد مقاوس لكن فارد ظهرك رافع دماغك بتبدأ تذاكر بشكل مركز التنظيم اللي على مكتبك هيساعدك جدا في انك ما تكونش مشتت وما ينفعش ان بعد مععد كل شوية فتكر حاجة اقوم اجيبها كل شوية فتكر حاجة هقوم اجيبها ده هيشتتك زيادة عشان كده بقول ان من الافضل المكان يكون منظم ومرتب وفيه كل ما احتاجه طيب الناس اللي بتقول يا ميس مش لازم مكتب ما ينفعش اذاكر على السرير هقولك لا ما ينفعش هتذاكر على السرير بتدحك على نفسك انت بتظهر للي في البيت ان انت بتذاكر وبالامانة انت ممكن تسرح ممكن تنام ولو مرهق شوية هيلقوك دخلت في دنيا تانية خالص من النوم فما ينفعش يا جماعة بذاكرة السرير المهم عندي المكتب المنظم والمرتب عملية التسويف انه نعود اجل كل حاجة لبقرة هبدأ المادة دي لأ دي تقيلة شوية على قلبي خليها لبقرة طب هبدأ المادة دي لأ خليها بعدين لأ هبدأ ده لا دي سهلة والناس كمان اللي بتأجل من ذاكرة لقبل الامتحانات مباشرة مشكلة كبيرة جدا جدا لو هتفضل تأجل من النهاردة لبقرة من بقرة لبعده انت بتحب تذاكر فترة لقبل الامتحانات فقط هقولك ان ده يبقى شكلك في الفترة لقبل الامتحان هتبقى قاعد محتار وكل الدنيا فوق دماغك لانك مش عارف تبدأ بايه وتنتيه بايه كم الكتب اللي عندك كلها والمواد اللي عندك كلها هتبقى حواليك بالمنظر ده ما انتش عارف تبدأ منين وتخلص ايه عشان كده بنقول جدول ومن اول السنة واول باول وإلا هتتعب جدا في الفترة الاخيرة الناس بتوع اخر شهر واخر اسبوعين هيتعبوا جدا جدا لما يلاقى نفسهم فعلا في حالة نفسية سيئة ومتوترين وبعدين ارهق نفسي لما اوصل لحالة مش عارف هتوديني فين وادخل في الامتحانات وانا على الاقل ما راجعتش انت لما بتذاكر اول باول بتدي كل مادة حقها بتحل فيها اسئلة كتير وبتراجع كتير فكرة ان انا زاكر مع زميلة او زميل بالنسبة لبنت مع زميلتها او الطالب مع مع زميل ليه هل هي كويسة ولا هقول لك بامانة هي كويسة في حالة في حالة ايه انك بتختار الصاحب او الزميل الصح الصح اللي هو بتاع مزاكرة مش واحد جاي ازاكر معي عشان اضيع وقت انتو فهميني ازاي يا شباب يبقى انا بختار الصديق او الزميل الصح اللي اقدر ازاكر معي ناس بتوع مزاكرة نقدر انا وهو نكمل بعض هو شاطر في الفيزيا انا شاطر في الكاميا فانا اشرح له كاميا وهو اشرح لفيزيا هو شاطر في التاريخ انا شاطر في الجغرافيا ممكن ان احنا نساعد بعض احنا الاتنين شاطرين في كل المواد ممكن كل واحد فينا يذكر للتاني جزئية من الدرس لما تختار الصديق الصح اللي بيدفعك للامام ويدفعك للنجاح افضل بكتير جدا من انك تختار صديق او زميل دراسة يرجعني الوراء لو مفيش عندك النوعية دي من الطلبة الافضل انك تذاكر لوحدك تجاهل المشتتات اول شرط عشان تقعد على مكتبك ما تحطش الموبايل جنبك ولو حطت الموبايل هيبقى صامت على الوضع صامت لانه كل ما تيجي رسالة كل ما حد يكتب لك حاجة انت بتسمع الرنة بتاعتها ده كله بيشتتك يبقى الافضل موبايل ما يكونش جنبي ولو جنبي يبقى في الوضع صامت ويعتبر الموبايل على فكرة من اكتر المشتتات اللي الواحد ممكن تدايقه وقت المذاكرة تناول وجبات صحية وخفيفة بمعنى ايه ما ينفعش وقت المذاكرة اكل اكلة ايه لقوي ودسمة جدا وادخل بعدها ذاكر انت هتلاقي نفسك كده انك زهقان ومخنوق والاعدة مش قادر انك تطول في الاعدة لان الاكل عايز يتخدم وعايز حارقة كل الاكلات الخفيفة والصحية في الوقت بتاع المذاكرة بمعنى ايه اطعمة نشط الزاكرة يعني زي السمك والتونة الحاجة اللي فيها قومي جسري بتنشط الزاكرة اهتمة جدا بالفيتامينات اهتمة قوي بانك تشرب ميا كتير الميا كتير تدير طوبة للجسم وتنشط الدورة الدموية الخضار والفكهة والمكسرات من اهم الحاجات اللي بتديك طاقة دي الحاجات اللي تهتم بيها يبقى عايزين الاكل الصحي ونتجنب السكريات والكربوهايدرات يبقى عايزين اكل صحي ده يساعدك اكتر على انك تذاكر بشكل سليم لازم انام واخد كفايتي وخصوصا كل ما دخلت على فترة الامتحان والايام الامتحانات النوم الكافي هو لا يخليك مركز جدا في المذاكرة بتاعتك طب يا ميز انا ما نمتش مبارحة غير ساعتين تلاتة هقول لك حاول وقت العصرية كده او خلال النهار نوم القيلولة اللي بنقول عليه اخد نص ساعة او ساعة بين مواد المذاكرة ممكن دي تعيد نشاطك مرة تانية ده في حالة لو انت مش واخد قدر كافي من النوم اثناء الليل اما بقى ايام الامتحانات دي ليها كلام تاني ايام الامتحانات لازم انام بدري واقوم بدري عشان اقدر اركز في الاسئلة اللي هشوفها تاني يوم في الامتحان. قدر قافي من الراحة قدر كافي من الراحة بمعنى ايه بمعنى اني مش هقدر اععد ابدا اربع ساعات متصلة او خمس ساعات متصلة او ست ساعات متصلة الكلام ده يعني اه يعتبر صعب جدا لكن انت حاطت لنفس الجدول هافترض انك عامل يومين في المادتين في اليوم تلات مواد في اليوم يبقى لازم بين كل مادة والتانية خد رست كده خد بريك خد راحة كده شوية اعمل فيها اي حاجة اتماشى في الشقة غير الموت بتاعك ومشرب حاجة ومكل حاجة ومتفرج على حاجة ومتكلم مع حد لازم افصل لازم افصل ما بين مادة والتانية اخد قدر بسيط من الراحة وبعدين ابدأ وليكن حتى عشر دقيق ربع ساعة بعين ادخل اكمل مادة التانية لكن بامانة ما ينفعش ابدا انك هتاخد كزا مادة في عدد كبير من الساعات بشكل متواصل استحالة يعني دا استحالة دول يعتبروا عشر نصايح سريعة كده لكن ما قلناش فيهم طرق المذاكرة الصحيحة او طرق المذاكرة الفعالة دي هسيبها لفيديوهات تانية وهتلاقوا على القناة فيديو مخصوص لطريقة مذاكرة الدراسات الاجتماعية باعتبار هي شغلي وتخصوصي بتمنى لكم النجاح والتوفيق ويريت نستفاد من النصايح اللي احنا قلناها نشوفكم بخير ان شاء الله فيديوهات جاية